نكملوا تراوية مشروع رائد بتونس انطلق منذ سنوات ومتعلق بالكوفيد مرحبا جميعا عسلم مرحبا سعيدة جدا اليوم بأن أكون معكم في هذا الويبنان للحديث عن مشروع انطلق منذ سنوات ولكن أخذ سيطا ولو قليلا بتونس وبالخارج باعتبار أنه يتحدث عن العالم العربي وهو مركز تونس للصحة للصحة العامة ربما أنا أخذت حين فكرت بأنه مركز عمومي في الأول ولكن سوف السؤال الأول الذي يطرح وهو من هو المركز المتعلق بالصحة العامة وماذا نقصد بالصحة العامة حتى يكون شكور الشبكة العلم بهذا المصطلح لكم الكلمة مع الرجال تكلم بالعربية وليس بالتونسية شكرا نهي شكرا شبكة العربية للصحافة العلوم والصحافة العلمية على الاستضافة أنا اسمي الدكتور زيادة كيرسي درست طب بتونس وتخصصت في الصحة العامة في الجامعة الأمريكية في لبنان وفي جامعة واشنطن بأمريكا وأشتغل حاليا كمستشار في شركة عالمية من الاستشارات في مجال الصحة العامة اسمها global health strategies أو الاستراتيجيات الصحية العالمية وهذا المكتب الاستشاري هو كان بالنسبة لي فرصة باش نقعد على اتصال مع العالم العربي ومع بلدي تونس والفكرة اللي جيت باش خلقنا المجامعية التونسية والمركز التونسي لصحة العامة هي فكرة كانت محاولة لم نشامل كل الخبراء في الصحة العامة وكل اللي يشتغلوا في ميدان الصحة العامة التوينسة والمغاربة والعربة صيفة العامة مش نشتغل مع بعض لتحسين الوضع ومناصرة بعض القضايا اللي نحسوا اللي هي محاصرة في العالم العربي نعرفه احنا كثير من البلدين العربية هي عرضة لشركات وايضا اللي لوبيات اللي هي تشتغل ضد الصحة العامة واللي الميزانيات في وزارات الصحة نطيعنا ضعيفة جدا ولا تقدر على نشر المعلومة الصحية بصفة عامة لكي احنا قلنا كخبراء الصحة العامة حالوا نعمل جماعة أهلية اللي هي تحاول تعطي معلومات مهيش حب نقول ملوثة بهذه اللوبيات لكن هي معلومات تخلي إن شاء الله الصحافة ورأي العام يكون عنده فكرة واضحة على المشاكل الصحية اللي تعترض العالم العربي يعني دكتور زياد كيف تعرف الصحة العامة في جملة؟ سهلة فكرة الصحة العامة هو أنه إذن تخيل إحنا التابين هو يخدم على صحة الإنسان أو الشخص الصحة العامة هو مجال يشتغل على صحة الشعب معناها أنت ممكن تنظر إلى الأمراض كهي أمراض مثل كل شخص ويمكن أنت أو تحاول تشخص المرض عن كل شخص ودويه ولكن ممكن نجي ونشوفون المجتمعات التيعنا عندها أمراض اللي هي لو نحن نعمل تدبير وطاقية يمكن هذه تقي المجتمع الكامل أو الشعب الكامل والمجال بتاع الصحة العامة هو يشتغل على صحة المجتمعات وصحة يعني المجموعة صفة عامة والطب في صفة خاصة يشتغل على صحة الشخص وكل شخص يعني يستحق الاهتمام ولكن من هذين المجال يخلينا نقص من وطأة المرض في المجتمعات صفة عامة خاصة في الأمراض المعدية والغير المعدية أيضا نقوم الى فعل كثير من التدبير الوقائية وهي ممكن تخلي الناس كل ما تنουν مرض هيدا كما قال قالوا الآية لما تقول أمراض أي نوع من الأمراض غير الكوفيد أكيد صح يعني الأمراض ثم نوعين الأمراض ثم أمراض المعدية والأمراض الغير معن عندما نحكي أمراض المعدية نحكي عن مراض السل مراض الإيدز مراض المالاريا أمراض يعني مديرية ومهملة نحكي عن مراض الهيباتيت أو انتهب الكابدي هذوما كلها أمراض معضية ثم الأمراض الغير المعضية نحكي عن السرطان أمراض القلب الشرعين السكري هذو كلهم أمراض أيضا معناها دخين في مجال الصحة العامة واللي هما لا ينتقدوا من شخص إلى آخر ولكن موجودين كثرة في العالم العربي خاصة لأنه يعني عديد التدابير بلقائية غير موجودة سنتعرف التوازن بلقي الأهمية في بعض الحالات المهيرة دكتور خلود عندك إضافة بالنسبة للصحة العامة ربما يناسوا إلي هو كيفش يعني كيف كان الاهتمام بالصحة العامة يعني كدكتورة يعني خريجة كلية للطب في تونس؟ هو الحقيقة أهتمية بالصحة العامة وعلى فكرة متعرف بروحك كيف أعمل دكتور زياد؟ أكيد أكيد أنا دكتورة خلود بن علي درست الطب بكلية الطب في تونس ثم تحصلت على ماجستير بقانون الصحة من كلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس وتوى نشتغل مع زياد في جلوبال هاوستاتيجيز اللي هي شركة عالمية تهتم بالسياسات الصحية في العام اهتمامي بالصحة العامة ما يبعدش على التعريف اللي أعطاه زياد منذ قليل لأنه أي إنسان يشتغل على صحة شخص واحد ولا عنده مجموعة المرضى اللي يراهم من الجمش لا يمكن أنه ما يلاحظش أهمية التدبير الوقائية من الجمش يلاحظ أنه هالمجموعة الكبيرة اللي نحن نعيشه مع بعضنا في هذا العالم هي مجموعة تستحق أنه نهتم بصحتها وننظر لها كمجموعة نتوجه لها بالعديد من التدبير اللي دخلنا لكلنا نعيش في هذا العالم بصحة جيدة والكلنا نتمتع بحياتنا بصحة جيدة فاللي حبيتنا نقوله اللي اهتمامي بالصحة العامة هو الأكثر منه شغف ينبع من كون الطبيبة ويتجاوزه نحو كون مواطنة وإنسانة نعيش بهذا العالم هذا يعني هدف نبيل وراقي وسامي لكن المشروع تونسي في البداية ولكن يشتغل على العالم العربي هل وزارة الصحة في تونس اهتمت بالموضوع؟ هل هناك تعاون مع وزارة الصحة؟ وهل هناك تعاون مع وزارات أخرى على مستوى العالم العربي؟ في تونس المبادرة اللي أطلقناها في تونس هي مبادرة اللي تتوجه حقيقة نحو المصالح الحكومية ووزارة الصحة هي مبادرة تتوجه إلى المجتمع المدني تتوجه إلى تجمع الخبراء الموجودين في تونس وفي العالم العربي وتضحهم في تواصل مع الصحفيين مع العديد من الناشطين في المجتمع المدني وفي الناشطين في الصحة حتى المواطني فالمركز التونسي للصحة العامة هو مركز كان يشتغل على العديد من المواضيع المواضيع اللي استغلنا عليهم مثلاً مكافحة السل في العالم العربي التشجيع على إدخال تلقيح اللي هو يكيفح سرطان عنق الرحم عند المرأة إدخال التلقيح للعالم العربي اشتغلنا حتى على الأيد وأخيراً أيضاً اشتغلنا حتى الكوبيد فوزارة الصحة تحقيقةً احنا لم نتوجه إليها إلى حد الآن ولكن أكيد أنه المنصة أنه منصتنا مفتوحة للجميع ونحب ومعنتها أنه وإحنا مفتوحنا إبناء ممدودة لأنه أي بزارة ولا أي هيكل حكومي إذا هو إيران حتى إحنا كان يبدأ عنا مشروع وننجم ونشتغل مع بعضنا على نفس الموضوع فأكيد ربما هو ينستغل بالفرصة يمكن نقول حاجة هنا سؤالك نوهاي ظهر أنه تقول شعليك تفكر أنه معناها الصحة في المجتمع هي مسؤولية وزارة الصحة هذه فكرة معنا نحب أن نقول ضيقة شوي نحن نحب أن نفهمه للناس كل يجب أن تهتم بالصحة مجتمع المدن والصحافة والأشخاص الذين يتبعون فينا والوزارة الصحة التي تكون دورها كحكومة ولكن تعاون وزارة الصحة كمؤسسة حكومية ضروري جداً لتكامل القوة ربما يدفعنا أن نتعرف على المنصة لعرف إن كان دكتور زيادة وخلود بإمكان مشاركة لإطلاع المشاهدين عن المنصة وتفاصيل هذه المنصة قبل خوض غمار سؤال هل انتهت الكورونا بالعالم العالمي؟ نجعل الكورونا تعطيك الصورة على المنصة ولكن نحاول أن نقدمها كفكرة يعني كيف جئت الفكرة واضحة هو أنه يعني إحنا لما جئت جائحة كوفيد فقنا اللي كان في صعوبة للصحافة على الحصول على المعلومة وإحنا توصلنا مع أصدقاء كانوا نشتغلوا مع الإعلام في جمعية الدرج في لبنان وتحاورنا مع الصحافة وكان فما تجاوب كبير لما قلنا أنه فما إمكاني الحصول في أي وقت على كافة المعلومات اللازمة لتخلي الصحفي يقوم بدوره في التعريف بهذه الجائحة وفي أعلام الرأي العام وهذه الفكرة خليتنا معناها نشير المصادر موثوقة ناخذوا من عندها المعلومة ونحاولوا يعني نحطوها في منصة اللي هي سهلة للصحافي بشيفهمها ولكن احنا فرحانين اليوم من استغايتنا بش نتحاولوا أيضا مع أصدقائنا في الصحافة العلمية على خاطر احنا قاعد بنا نشوفه في العالم مجمع لأنه في يعني عديد من فيش تقولها الإفيدنس بايز انتي عملت عليها برشا كبير من التدريبات المعلومة هذية نفيذ إلى المعلومة وغيره لا أيضا يعني شفنا أنه المصادر متاع المعلومة يمكن أيضا تكون مجال لش يتعاونوا فيها الصحافيين والأشخاص المغرومين بالداتا والحوكم داتا بالربط الموقع عم تياكم والمنصة تمثل إذن مصدر المعلومة بالنسبة للصحافيين بالعالم العربي إنه أهم شي بالنسبة للصحفي هو إذا نشر معلومات موثوق منها والتحقق من كل ما ينشر معلومات وأكيد عندكم فكرة على المعلومات الزائفة التي انتشرت حول الكوفيد 19 منذ اطلاق الجائحة والذي في نفس الوقت تدفعنا كصحفي إلى البحث عن مصادر معلومات موثوق منها ولهذا المنصة اليوم هي فرصة لنعرف بالمنصة حتى تكون مصدر موثوق منها من المعلومات وخاصة من الأرقام الفكرة هي في مشروع هو فيه جزءين أنا أتخيل خروض يتوريكم كيفيش نحاول ونستعملوا المنصة ونتفعوا بالمعلومات الموجودة فيها ولكن نحن الجزء الثاني أيضا مهم أيضا اللي هو أحنا نحبه نفتحوا المجال لكل الأشخاص المغرومين بالديتا بش نساهموا في تحسين هذه المنصة وفي وضع معناها كثير من المعلومات على ذمد بقية الصحفيين والأشخاص المغرومين بالصحافة العلمية بصفة عامة بقية الصحفيين والأشخاص المغرومين بالمعلومات شكرا شكرا جيد لذلك المنصة كما كان يقول زميلي هي فيها جزءين جزء يمكن أن نستسقي منه المعلومات والمعلومات اللي موجودة على المنصة هي معلومات تخص الجائحة في حداتها وتخص انتشار البيروس في العالم العربي من ناحية عدد الحالات من ناحية عدد الوفيات وكذلك أدخلنا على المنصة العدد والإحصائيات المتعلقة بالتلقيح ومن ناحية توفرها في البلدين وكذلك عدد الأشخاص اللي تلقاوا التلقيح المنصة كذلك فيها جميع بلدين العالم العربي وعند الولوج للمنصة يمكن الضغط على البلدين والوقت اللي نحط للفقرة ونضخط على كل بلد عنا تلخيص للحالة الوبائية وعدد السكين الملاقحين وعديد من المعلومات هذا من جانب هذي كذلك إذا الصحفي وإلا أي شخص يدخل على المنصة ينجم يدخل على أكثر معلومات حول البلدين سوف تأخذ لي شوية وقت من المتعلقة الألوان إننا نحب السؤال لا أسأله الألوان في إشارة إلى ماذا يعني الأخضر الغامق والأخضر الفاتح هل نستمتع بأكثر القرصة من الفاكسين؟ مثلاً أنا بالنسبة للفيو اللي نشوف فيها إمامنا توا هي عدد الناس اللي يتلقاوا التلاقيح مطيح في كل بلد فكما تشوفوا مثلاً بالنسبة لبلدين الخليج هو أخضر غامق مما يدل على أنهم عندهم أعديد عالية ونسب عالية من المواطنين الملاقحين بينما أما بلدين أخرى ليهما بلدين يعيشوا حالة عدم استقرار كما السودان، اليمن، وسوريا للأسف اللون اللي هنا هو أصفر بهد وهذا يعني أنه التلاقيح، أنه عدد الناس اللي تلقا التلاقيح فيها منخفض هل عندكم فكرة على الأسباب اللي تخلي الجزائر مثلاً عندها أقل فرصة في التلاقيح؟ هل هي أسباب دينية أسباب مادية أو سياسية أو ما؟ الأسباب اللي تخلي، وخاصةً هو الأسباب تعددت والأسباب تنوعت من منذ بدأ العالم في إنتاج التلاقيح إلى الآن في أول 2021 ومع بداية إنتاج التلاقيح اللي صار أنه البلدين العالم العربي باستثناء البعض من البلدين لم يكونوا قادرين على استجلاب التلاقيح بالرغب من أنهم كان عندهم الإمكانيات المادية فهما بالنسبة، فهما مقارنة بالبلدين العالم المتقدم بدايوا عمليات التلاقيح ومضيحهم مدأخرة هذي اللي كان صاير في المدة الأولى لكن الآن مع توفر التلاقيح للأسف قاعدين نشوفوا كما في العديد من البلدين العالم قاعدين نشوفوا الناس مع عدم إقبال على هذه التلاقيح ونشوفوا الشعوب متخوفة من هذه التلاقيح وأصلاً هم الناس رافضة تماماً للتلاقيح ونحن هذي اللي نسميه باكسين هزيتنسي من عرش نكون أنت نهيت نجم تقول لنا اللفظة بالعربية العزوف عن التلاقيح فقط يعني العزوف عن التلاقيح هو أحد أهم الأسباب اللي نلاحظ ولي قاعد يأثر على على إقبال الناس على التلاقيح في المدة هذه كنتيجة لذلك قاعد نشوفوا كيفية الواضحة بين البلدين في التلاقيح هل هنا السؤال يترح نفسه هل مؤسسة يعني يعني تونيجي السنتر فالغلوبال هيرت أو الصحة العمومية هل هو مهمته فقط تقديم عدد الحالات أو عدد تمتع بالفاكسين أو أيضاً إذن خلق سياسة واضحة لتشجيع حكومات عربية على إذن تبني أو نشر التلقيح أو توعية المواطنين في أهمية التلقيح يعني ما هي مهمة المركز بالتحديد فقط طرح أرقام أن هناك إذن يعني مشاركة في وضع خطط أو استراتيجية على المستوى إذن المحلي والدولة شكراً أنه هي على سؤالي أنه أنت توجهت للب الموضوع فأحنا وقت اللي قررنا أنه نجمع كيف هذه المعلومات على نفس الخريطة ونحول المعلومات من أسطر مكتوبة إلى خريطة نجم نشوفها ونجم ونحن نكون قادرين أن نقوم بعمليات المقارنة بين هذه البلدين فإنه هذا سيدفع الصحفيين وحتى أي إنسان يستعمل الخريطة هذه ولا يستعمل المنصة هذه أنه هو يلاحظ الفرق ويدفع ويدفع الحكومات وإنهم هما يوفروا التلاقيح إنهم هما يحاربوا العزوف على التلاقيح وإنهم هما يسعوا أن جميع البلدين في العالم العربي عندهم نفس الحدود ونفس الفرص لنحو صحة جيدة تحب زيادة حرف الموضوع هذا؟ نحن الحقيقة كفريق صغير معناها أول حاجة ما عانيش القدرة بش نعمل عملية معناها توعاوية على ممكن حتيش مدني شخص اللي يعيشوا في العالم العربي ولا ممكن حتيش مدني نحن الفكرة أنه نحب نعمل مناصرة مناصرة من فكرة أنه الصحة العامة يجب أن تكون أولوية من الأولويات السياسيين المجتمع المدني وحاولنا بش نعطيه الأدوات للأشخاص هذن بش يحاولوا الشخص والوضع وإحنا نستطيع نعاونهم بش يقاول حولهم ولكن كهدف معناها أحنا أولي عنا هو الوصول إلى سميع القرار يعني أحنا نعرف اللي سمعت القرار في البلدان العربية يعني هي من مجالات وزارة الصحة ولكن في بعض الأحيان نقاو وزارة الصحة غير قادرة بش تقنع وزارة المالية نقاو وزارة الصحة مش لاقية يعني استعداد من عند المجتمع حتى المجتمع المدني لبعض التغييرات لها مهمة نحنا نتونس مثلا لنم بش نعطيه فكرة ونخرجوا من الطهي صارت محاولات بش نحاولو نعملو ضغط بش نقصوا في كمية التدخين صاروا قوانين في المقاهي بش نقصوا في التدخين صاروا قوانين في المقاهي بش نقصوا في التدخين صاروا قوانين في التدخين صاروا قوانين في التدخين حتى لو القانون توجد صار في يعني حوارات في البرلمان على ممكن معنيها وضع تاكس أو وضع ضرائب على السكر أو على العجين يعني اللي هو يتصابهم في السنة وهذا فشل يعني نحسوا اللي صنيع القرار ليش حتى السحة كأولوية وأحنا نحب نحاول نكونوا بمناصرة الصحة العامة بصفة عامة ونشتغل مع زملاء الصحة ومع المجتمع المدني مع الأشخاص التي هي تقدر تضغط تضغط في وين يتصنع القرار وهذا يعني فكرة على طويلة المدى لنش نقعد نحاول نعملوها على مستوى معناها نمتعنا أحنا كأخصائيين وخبراء في هذا المجال ولكن الأمراض الطويلة معناها العدد بمتعها ونتخيل حتى لو اشتغلنا هذه المرة على الكوفيد يمكن نشتغل مرة جاية على السرطان يمكن نشتغل مرة جاية على أهمية الرياضة مثلا في الوقاية ولكن الفكرة هي نفسها هي فكرة مناصرة فكرة الشغل عليه صنع القرار وش يخبر القرار الأسود وهنا السؤال هل هناك بلد وحكومة عربية تفاعلت معكم؟ إجابيا رغم تغيير الوضع يعني احنا في صفة عامة نلقا وقالي الحكومات خاصة في مجال وزارة الصحة يعني هي متجابة تماما مع الأفكار هذه لأنه أولا هي تمتمية لمنظمة الصحة العالمية ونحن نعرف لمنظمة الصحة العالمية هي التي تعطي المثال في القرارات الصحية والسياسات الصحية التي يجب اتباعها ولكن لما تخرج من دائرة وزارة الصحة تلقى كثير من العقبات لذلك أنا كي نرجع بقولوا كحكومات وزارة الصحة ديما عندها تجاوب مع الأفكار هذه بالعكس هي ترحب بالمجتمع المدني لما يشتغل في هذا النجاة لأنه يعطيها العزم بش تحاول تقدم قبات ولكن المشكلة في الحكومات معناها في صنع القرار اللي هو أعلى من الحكومات اللي هو البرلمانات الصيفة عامة اللي هو الوزارة الأولى ووزارات المالية على خاطر بعض القرارات معناها عندها وزن مالي وعندها ثمان ساعات يكون عادي يدفعوا وإلا تمس بعض اللوبيات اللي هي نافذة جدا واللي هي ضد بعض التغيير اللي ينشي في مجال الصحة شكرا على التوضيح وهنا سؤال آخر يطرح نفسه هل أن نهاية وباء كورونا متعلقة بمدى نسبة التلقيح الموجودة بكل بلد أو متعلقة بالوباء بحد ذاته؟ نهاية كورونا هو سؤال يطرحه الجميع بدون استثناء صنع القرار، صحفيين، الناس لأن أي مواطن عادي يطرح هذا السؤال لكن الإجابة عليها هي صعبة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجزء بأنني هي قريبة أو أن الجائحة لا تنبهي أبدا لكن اللي نأمن حول هذا الموضوع أنه الإجابة موجودة والأكيد أن كوفيد هو فيروس نحن مجبرون على التعايش معه وهو فيروس سيبقى موجودا على الأرض لكن هل أن هذا الفيروس سيقعد سيبقى معنا وسينسبب الكثير من الوفيات كما عهدنا في 2021 و2020 أم لا؟ ممكن هذا السؤال الأقرب للواقع من أنه نشير إلى الكوفيد لأنه جائحة هتابة لكي نجيب عن هذا السؤال نجمو أول حاجة يمكن أن نقول أننا تجاوزنا هذه الموجة الأخيرة من الكوفيد والأكيد أن الطفرة الأخيرة وهي أوميكرون هي طفرة قليلة الخطورة رغم بالرغم من أنها شديدة العدوى والإنتشار فهذا هو الأقرب هل أنه باش يصيروا وإلا باش يظهروا طفارات أخرى خطيرة مثل دلتا وإلا طفارات أخرى يمكن أنها تكون حتى أخطر من الدلتا، هذا لا يمكن أن نجي معه ما يمكن أن نقول أنه لازم نكون مستعدين للتعايش مع هذا الفيروس لازمنا نعرفه التلقيح وأساليب الوقاية ما نسميه أساليب الوقاية هي الأكيد أنها ممارسة ممارسة يعني يومية ممارسة يومية ستبقى معنا ويجب أن تبقى نوع ونحافظ عليها لأنها ممارسة تفقينا من عدد أمرات أخرى لكن الأكيد أن الجائحة يمكن الجائحة ستنتهي لكن فيروس كوبيد سيبقى معنا لمدة متواصلة من الزمن اليوم نحن أيضا في هذا الويبيناء لأن لا أعرف في بقية البلدين العربية الوضع ولكن في تونس مثلا اليوم عندما تكون بمكان عام تجد شخصين أو ثلاثة إذن يرتدون الكمامة مقابل إذن العشرات أو أكثر دون كمامة لأمل على أساس أنه إذن انتهى الكوبيد علمت بأن السين مؤخرا قد أغلقت إذن الحدود بسبب وجود موجة جديدة والاختصاصين في تونس أكد وجود موجة قريبة بتونس وهذا إذن تذكير لمشاهدين هذا الويبيناء بأن الكورونا ما زالت ولكن حدتها يمكن أقل بقينا في الكورونا لكن المنصة تقدم معلومات عن أشياء أخرى تقدم أن ننشيوا على المنصة بيش نشوفوا ما هو الفرصة التي يمكن فيها بيش نحاول نشتغل مع بعض ولكن أنا على نهاية الكورونا كثير مهم نفسروا في الصحة العامة ثم عديد من التعريف لكمة النهاية ثم عديد من الأمراض نحكيه على استقصال الأمراض أو اشتفاتها يعني يختفيه من وجه الأرض مثلاً نعرفوا مرض الشلل الأطفال اللي احنا قرب من الاختفاء اللي هو اختفاء كلياً من العالم العربي والاستقصال متاعه صح استقصال متاعه صح معناها بش نحاولو ننزعوه ولكن نقبلوه بيوجودو على وجه الأرض الفكرة هذي نشوفو فيها احنا مثلاً كل بيت تحاول تعمل تنزيلة لبعض الأمراض وتتغلب بتعليها ولكن المرض يقعد في الأرض ولكن مهوش موجود يعني موجود في العالم العربي ولكن يكون موجود في أوروبا وفي أفريقيا الفكرة هذي تخلينا وقت اللي نحكيه على الكوفيد نحكيه على إزالة الكوفيد يعني بصيفة عامة في المدى البعيد وهذا هدف بعض البردين مثل الصين قاعدة تحاول تصلوا بعض البردين قبلت اللي هي بش تعيش مع الكوفيد يعني هذا الفكرة أنه صنع القرار مرة أخرى هما اللي قرروا شنية السياسة اللي حبوا يتبعوه اللي حبوا يختفي الكوفيد من الوطن منتاحه ووقتها يلزم يعني حملات وشغل يمكن أكبر من العباد والملدين اللي قبلت بش تعيش مع الكوفيد الحاجة اللي احنا فرحانين بها توا هو أنه الحمد لله الأوميكرون الصدين طاعه معناها اللي خداه كبير وخلى العديد بنات وميونيتي معناها ضد هذا المرض وخلينا يعني نكونوا نحسوا اللي في الأشهر قادمة على الأقل مش بشترج عنا الكوفيد بالحدة اللي عرفناها اللي هي خليتها التنقل من في الميش وخليت السفر من في الميش وخليت معناها بعض الأشخاص يعني تقلقوا في الحرية تتنقل من تاحهم بصيفة عامة وخليتها 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 تخيلوا في الأشهر القادمة هذا مش بشي سيء لكن هذا من نعش أنه يمكن التوبيد يرجع في الشتاء القادر نعرفوا اللي احنا اللي يتقل يعني ضد التوبيد ما تدوم إلا بضعة أشهر ويمكن ضعف معناها يمكن ممكن فيه مستقبل من التعايش مع التوبيد ولكن في المستقبل القريب ما نشوفوش يعني وقف للسفر أو وقف للحفلات أو المهرج على الأقل في شاهدة الأشهر الصيف ومع رشيدة أكيد أكيد كما كنا نقول لا يمكن أنه نجزم وأنه الكريد لن يعود بالحدة اللي كان عليها والأكيد أنه هذا مربوط بصنيع القرار واتخاذهم للسياسة ليختاروا ويتبعوها لبلدينهم فهذا تذكير أخر مرة أخرى أنه أنه الجائحة هذه للمرض هذه سنة عايش معه ولا تعايش معه وفهم العديد من الممارسات الصحية وتدابير الويقية التي يجب اتخاذها لنضمن أنه على الأقل أقل عدد ممكن من الإصابة شكرا على التوضيح لأنه ضروري حتى يكون المواطن العربي ويعا بإذن مدى إذن انتشار الكوفيد وحتى نحافظ إذن على الممارسات القديمة على أمل أن يعني يضمحل أو يندثر أصلا إذن هذا الوباء بالنسبة للمنصة لأنه اليوم يعني نتحدث عن الكوفيد لكن يهمنا أن تكون هذه المنصة مصدر المعلومات إذن بالنسبة للصحف العلمي فكيف لصحف اليوم العالم العربي أن يستفيد من هذه المنصة؟ ماذا يمكن أن يجدك معلومات غير الكوفيد؟ هل هناك معلومات أخرى؟ هذه المنصة الحالية التي مفتتوها على الشاشة هي منصة مخصصة فقط للكوفيد لكن نوعية المعلومات التي فيها من ناحية هي معلومات حول انتشار الفيروس والتلاقيح ولكن أيضاً أحنا مع العديد من المشاركين التي كان يقول زياد هي جموعة صغيرة من المشاركين قمنا بإعداد ملخصات عن كل بلد وكذلك اللي أردنا إضافته للمنصة هذه هي تتبع للمنشورات الصحفية وماذا يحدث في كل بلد في علاقة بهذه الجائحة وكيف يقوم هذا البلد وكيف حتى الجائحة وماذا يتحدث صنيع القرار والمواطنون حول الجائحة في هذا البلد فهذه المعلومات يعني يمكن لصحفي مثلاً مهتم صحفي أن ينشر بالمنصة معكم؟ أكيد هذية هو الجانب الثاني من المنصة وهي منصة مفتوحة للجميع مفتوحة لأي شخص عنده عنده رغبة في نشر مقالات علمية مقالات علمية مقالات علمية مقالات علمية مقالات علمية مقالات علمية على المنصة تحت كل بلد صحفي من البحرين عنده مقالة حول الكوفيد حول السياسة الصحية حول مكافحة الجائحة في البلد والحيات التي موجوداً فيها ولا في أي بلد هو أخير أن يحكي عنها أم لا يحكي عن المنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسط نجم يتواجه للمنصة ونحن نجم ندخل المقالات وهذا والجانب هذا المفتوح من المنصة هو مفتوح كذلك للناس التي هي مغرومة والناس التي مهتمة بحصائيات المتعالية متعلقة بالكويدو متعلقة بالتلاقيه تنجل تدخل على المنصة تدخل على القتهاب وقاعدة البيانات المتصلة بالمنصة وتنجل تدخل عليها المنصة هذية وتدخل المعلومات اللي عندها اللي متعلقة مثلاً بعدد الملاقحين في جهتهم عدد الإصابات عدد العدد الوفيات سمحني بهذه الحالة إذا أنتم تعتمدوا على هم المواطنين ماذا يقدمون كمعلومات هل هي معلومات موثوقاً منها؟ ذلك هو يجي دورنا نحن دور الناس القائمين على المنصة هو التثبت من المعلومة لأنه لقاعدة البيانات كيف تعمل هي أي إنسان ولا أي شخص عنده معلومة يحط المعلومة هذه ويحط المصدر المصدر ينجم يكون مصدر حكومي ينجم يكون مقالة ينجم يكون مصدر من منظمة الصحة نحن نتثبته من المصدر هذي قبل ما يولي موجود ويولي يمكن الولوج له عبر المنصة وعبر الخريطة يعني اللي فهمته أنه المنصة عندها دورين أنه تقدم معلومات هذا إذن للمواطن العادي لكن في نفس الوقت بالنسبة للصحفي يمكن إذا نشر مقال في مجلة علمية أو مجلة جامعة يمكن أن يشارك هذا المقال مع المنصة يعني المنصة تضمن يعني أو الحاجة انتشار هو المقال هذيك على بعد مستوى عربي ولكن في نفس الوقت تم نحن المواطن الإمكانية أنه يتطلع على المقالات التي تحدثت عن الموضوع في بلدي وأكثر من أنه سباقوا توجهتنا دعوة مثلا من صحفيين حبوا يكتبوا مقالة على المنصة وإلا يكتبوا مقالة يحكيوا فيها على انتشار الفيروس كورونا بالعالم العربي ونحن أعطيناه الإمكانية أن المنصة والخريطة الموجودة على المنصة تظهر على المقالة المتعوبة معندها أنت تدخل المقالة على جريدة في بلد المعين وكتب وأنت معندها تقرأ في المقالة هذية تنجم تلقى الخريطة والخريطة هذية تنجم بالوقت معندها تضغط على البلدين وتشوف الحالة الوبارية إذا يدخل في إتار صحافة البيانات يعني يتم مشاركة الرابط لإضافته للمقال وإثراء المقال إذن بصفة كمية وبطريقة أكثر جميلة جيد شكرا أكيد لذلك عليش أحنا راهو المبادرة هذية المقالة هي مبادرة أهلية نحب فيها المجتمع لكل يشارك في المنصة هذه خضرة هو الصحة العامة هي مسؤولية الجميع ومسؤولية الجميع قولاً وفعلاً فعلاً بأنه نحن فيما عملنا المنصة هذية أي دخلناها مفتوحة مش أي إنسان يشيرك وكيف هو ينتفع منها لكي نزيدوا من إقبال المشركين عليها دييد حاب تضيف حاجة أخرى نحب جزء من اللي يتفرجوا فينا يحاولوا إذا الفكرة هذي جديدة بنسبة لهم يعني يحاولوا ينفلوا ولا يتخيلوا ويكيبيديا كيف تشتغل ويكيبيديا يعني أي شخص فيه يحط معلومة فيه يحط مقال ولكن فيما أشخاص اللي هما ينفلوا معلومة وأشخاص يتبطوا منها وهذه يعني فكرة المنصة فينا هي فكرة ما هيش موجودة من عن نحن كهو يعني حتى النيويورك تايمز اللي هو أهم صحيفة مثلا في الولايات المتحدة عام لمنصة مثل هذه فتستطيع تشوف فيها الكوفيد في كافة أنحاء العالم والبيانات اللي عندهم جاية من أشخاص اللي هما حطوا معلومة في منصة واللي صحفيين نيويورك تايمز يعني هما اللي فتت فيها يعني إذا تشوف أنت في بعض الأعداد الموجودة والبيانات الموجودة توا على الشاشة العداد هذه الموجودة من مصادر اللي هي ما هيش أحنا اللي أحنا مشينا أحلينا من عندهم يمكن يكون البنك الدولي يمكن يكون وزارة صحة منظمة صحة العالمية يمكن يكون وزارة صحة في العالم العربي وكل المعلومات نحاولوا نحاينوها في أكتر وقت ممكن ونحاولوا أيضا يعني نضيفوا بعض يعني في بعض البلدان يعني معلومة تكونش موجودة عند الوزارة نتدوها من عند مصدر واحداته وهي اللي يخلي في نفس المنصة يكون فما العديد من المصادر وفيها أكثر يعني أكثر بيانات اللي يكون معنا أحنا وفقين منها ومن صدقاته هذه اللي بتواري فيكم التوافل على الشاشة الخدود هي المنصة من الداخل يعني كيف يعني وضعنا كل المعلومات ومنين جبناها يعني من المصادر وأي شخص عنده يعني كونت ولا عنده حساب حساب على جيت هاب جيت هاب هي أكبر منصة عالمية للبيانات ممكن يدخل وممكن هو يضع المعلومة بتاعك في المنصة بتاعنا وأحنا نترجوها يعني في سرعة فائقة يعني أي شخص موجود في هذا المجد ومرحبا به أحنا حبونا عمله فريق مش كان من تونس ذا بنا فريق عربي أو فريق عربي الضابط هو توجد يعني لننتي وجود مبادرات بتونس مبادرتين بتونس وأوجود العديد من المبادرات في العالم العربي وأوجود مبادرات في أوروبا وأفريكا ولكن لا توجد مبادرة تجمعنا كبلدان العربية يعني ربما تكون هذه هي المبادرة التي تجمع جميع البلدان العربية والتي تؤسس لفرص تعاون بين يعني ذا كاتر أو باحثين في هذا المجال إن شاء الله نستطيع نعمل يعني ورشة معاكم مع الشبكة العلمية باش نحاولوا نفسروا كيف معناها مسنعة المعلومة وكيف واحد دي يستطيع يشارك في مبادرات مثل هذه يعني أحنا لما فتحنا هذه المنصة يعني دخلوا معنا أشخاص من ولاية ويسكنسون دولا ولاية المتحدة وكانوا يعني عندهم معلومات وكان عندهم فضل يعني فيه باش نوصلنا للمنصة اللي هي فيها الآن يعني المشاركة مفتوحة للجميع رئيس شبكة الأستاذ أحمد الشميري لأن الشبكة بدورها هي شبكة عربية يعني أنا تنسية صحيح لكن هي شبكة عربية ممثلة لبقية المدينة العربية مع ثلة من السملاء إذن سواء والخبراء في الصحافة أو في مجالات علمية وفي مجال الصحة العمومية أيضا ربما يكون هناك تعاون ما بينما من خلال ورشة تدريبية أو غيرها لكن الأساس اليوم أن نقدم هذه المنصة حتى تكون مصدر المعلومات بالنسبة للصحف العربي يعتمد عليه ويمكن أن نتواصل معكم هنا السؤال يطرح كيف يتواصل أذن الصحف العربي معكم من أجل إذن سوى نشر مقالات مشاركة مقالات أو الانتمائد إذن على رابط المنصة لإضافته إلى إنتاجات الصحفات نحن أول حاجة سعادة بالاستلافة نشكرك نهاية ونشكرك كل أعضاء الشبكة ومدى بنا أن الشغل لا ينتهيش هنا بالعكس هذه البداية للتعاون الذي يمكن أن نعملوه مع بعض نحن إن شاء الله معكم في المجموعة في الفيسبوك وكونوا أحنا موجودين أيضا لإجابة على أي سؤال عندكم في مجال الصحة العامة إذا أيضا عندكم تحبوا تتواصلوا مع خبراء في بعض البلدين أحنا ممكن حطوكم باتصال معهم إذا تحبوا صوت المنظمة العالمية للصحة اللي أحنا نشتغل معها بقرب ممكن زيبا نوفروكم يعني أشخاص يتكلموا في المقالات وتستجوبوهم اللي يكون عندهم يعني علم بالصحة العامة وخبراء تكون موجودة على دم الشبكة إن شاء الله نستطيع أيضا نكون بورش مع بعض أو نشاركوا مع بعض في بعض المؤتمرات الصحية اللي يتخلي يمكن الصحافي العربي يكون عنده فكرة أحسن على المشاكل اللي عنا في الصحة العامة والحلول أيضا اللي عنا في الصحة العامة في المنطقة العربية يعني أحنا مستعدين كل استعداد بالتعاون ونشترك مرة أخرى على الاستضافة ونقعدوا بالاتصال العفو بالعكس هنا سعيدة جدا أني تعرفت عليكم في حدث كبير في تونس في ورشة مهمة حول الصحافة العلمية وجميل جدا أن شركة تجربة ناشحة بالعالم العربي عبر الشبكة إذن لمشاهدة هذا الفيديو يكون التواصل عبر فريق الفيسبوك الخاص في الشبكة ويكيد خلود متلما تعودت وشاهد هذه الأسباع الأخيرة يعني محتوى علمي ينشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمركز يمكن إذن مشاركتها أيضا عبر فريق الشبكة وعلى أمل أن تصبح إذن منصة هي مصدر إذن موفق منها بالنسبة للصحة العامة والعمل وفر أمل فرص تعاون في المستخد شكرا دكتور خلود شكرا دكتور زياد الحيس الكلمة لكم قبل ختم هذا الولايات شكرا مرة أخرى نوهي على الاستضافة ونحن عنا إيمان عميق وراسخ أن الصحفيين والصحافة العلمية هي جزء مهم من الصحة العامة وهي فاعل في تغيير حياة الناس وصحة الناس نحو الأفضل والشراكة هذية اللي إن شاء الله تتواصل مع بين الشبكة وبين المركز التونسي للصحة العامة هي إن شاء الله تكون الشراكة اللي نشتغل فيها حتى بعد الجائحة اللي إن شاء الله توفق صحيحة احنا ما نعرفوشها ما دي ما نقوله اللي إن شاء الله إن شاء الله تكون هذية نهية كل الأحصي وتتواصل إن شاء الله تتواصل الشراكة هذية بيشتشمل الأمراض المعضية وغير المعضية في العالم العربي حتى تكون المنطقة من المناطق الرائدة في القضاء على هذية الأمراض شكرا لنهية أنا مؤمن أنه أوشكنا على نهاية يعني سلب الحرية لكل الأشخاص اللي تعرفوا معانا السنوات المار الفارطة بكثير من العقبات مش تحاول تعيش بصفة عادية أنا مؤمن أنه البلدين العربية يعني لها من الحصانة ما يكفي لكي تخلي الناس تعيش بسلام ولكن أيضا أنا أدعو إلى اليقظة وأدعو أيضا إلى الترقيح للأشخاص لما لا أحدش وهذا يعني مزيد الكوفيد وبدنا صحافة أيضا ساعدنا للترقيح حتى في الأمراض الأخرى معكم أحنا عديدنا أمراض الترقيح متاحة في المنطقة العربية يعني ما يتمش بالصفة كما أحنا يعني نحبوها نحبوها نتعاونوا مع بعض ونشر معلومة صحية اللزمة ونساعدوا الأشخاص لشيء الحل الحل منهم وللمجتمع شكرا لكم أكيد الصحة العامة هي مسؤولية الجميع ليس فقط كحكومة ولكن أيضا كمجتمع مدني وكخبراء في هذا المجد نلتقي في وبناء ربما في ورشة تدريبية حول الصحافة العلمية إذن ليلة سعيدة وإلى اللقاء القادم ببنى بنجام ببنى اشتركوا في القناة